أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشترايات محلية وعربية بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي نحو 1.11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 10726 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1894 نقطة كما صعيد مؤشر EGX100 بنسبة 70 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2848 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي 15.65 مليار جنيه للشراء و 15.78 مليار جنيه للبيع اليورو وصل إلى 17.29 مليار 17.43 مليار الإرسلين 28.58 مليار 20.75 مليار الدرهم الإماراتي 24.34 مليار أخيراً أريال السعودي 17.24 مليار 21 مليار في أسواق المعادن النفيسة وصل الذهب العالمي ارتفاعه مسجلاً ألف وتسعمائة وأربعين دولاراً للأوقية أما على الصعيد المحلي فقد وصل عيار 18 نحو 766 جنيه للجرام أيار أربعة واحد وصل إلى 894 جنيه للجرام أيار أربعة وعشرين ألف واثنين وعشرين جنيه للجرام أخيراً الجنيه الذهب وصل إلى 7152 جنيه في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءاً من أبريل وقد ارتفعت العقود الآجلة لمازيك برينت بنسبة 3.1% إلى 191% للبرميل كما صعد الخام الأمريكي بنسبة 3% إلى 97.84% للبرميل